استضمت بارجة بجسر في مدينة غالفستون بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى تسرب النفط إلى المياه المحيطة وإغلاق الحركة المرورية وفقا لما قاله مسؤول المدينة الحادث تسبب في إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى جزيرة صغيرة قبالة مدينة غالفستون سلطات المدينة قالت في بيان إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأظل جسر جزيرة بيليكان قائما بعد استضام البارجة به على الرغم من تسرب النفط للمياه نتيجة الاستضام ويأتي الاستضام وسط مخاوف متزايدة من الولايات المتحدة بشأن تعرض الجسور للسفن الكبيرة بعد استضام سفينة شحن بجسر فرانسيس كوتكي في شهر مارس مما أصفر عن مقتل ستة أشخاص وأدى إلى انهيار الهيكل